وليسا مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة النزول في الوزن أكيد مش خطوة سهلة خصوصا لو كان الشخص عايز ينزل من وزنه من غير ما يحصل له طبعا أي أسار سلبية نتيجة عن الضاية الخاطئ زي بهتان البشرة وسقوط الشعر وطبعا ضعف وهن الجسم بشكل عام إزاي نخص بشكل صحي سؤال محتاج لإجابة وافية من دكتور متخصص وده طبعا اللي هنتكلم عنه في فقراتنا النهاردة مع عظيفي اللي مشرفني ومنورني دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أهلا بك يا دكتور أهلا صحيح يا شي فعظيم وأنا ممسوط إن وجود مع حضرتك يا فاندو حيك شرفتنا وسعيدة وجود حيك لنا وإنك يعني جيت معنا لقاء آخر عشان نجاوب على كل الحاجات اللي كنا بدأنا حدثنا فيها مع حضرتك صح كده في الحلقة السابقة بالضبط كده طبعا قبل ما حبدأ عن المضمون اللي احنا هنتكلم فيه حديك وعدتنا هتقول لنا عن السعرات الحرارية وإيه علاقتها بالسمنة زي أحسبها وازي أبقى أنا كإنسانة بسيطة في البيت أفهم راسي من رجليا بس مش عايز أكتر من كده خليني الأول قبل ما نجواب على حيكة في هذا السؤال خليني أبتدي مع حضرتك الحوار اللي حصل بيني وبينك بعد الحلقة المرة اللي فاتت وأنا على المستوى الشخصي مبسوط من حضرتك يا ربي سيدك فاني شكرا ويمكن دي أنا عايز حاجة أقولها للسادة المشاهدين تفضل حقيقة دراستي التغزية العلاجية تمام ودي حاجة أنا على المستوى الشخصي بسيطني جدا الله يفيد على فكرة التغزية العلاجية والثقافة الغذائية لازم كل واحد يبع عنده هذه الثقافة صحيح على فكرة المطبخ هو أهم حاجة موجودة في البيت كل مظبوط على فكرة أنا دايما بقول المطبخ ده بشابه بالكمبيوتر رابش إن رابش قوي تمام هتدخل معلومات صح هيديك نتائج صح مظبوطة صحيح حضرتك أنا في المطبخ حريك هتدي للناس وجبات صح هتأخذ منهم جسم سليم وصحيح صحيح هتديهم وجبات خاطئة هناخد منهم جسم ضعيف صحيح عشان كده لما يبقى عند حضرتك ثقافة جزائية وده أرسل تغذية علاجية فعشان كده حريك عظيمة الله يشكر مش عارف أقولك يا والله كلام كدير عنه لا على فكرة أنا بقول حقيقة ولا يد اجتهاد وفعلا كل واحد على حسن هتأخذك هكي لما قلتيني المعلومة أن المعلومة سبتت عندي خدتها وحللتها ربنا يخليك يا دكتور ربنا يخليك وعلى فكرة ده من ضمن الأهداف برض نتعلم طبعا منكم يا دكتور والله وأساتذة زي حضرتك اللي علمونا وده يعني لي الشرف شفت حريك دي كلها ثقافة جزائية نتجة للتجزيل علاجية نرجع تاني بقى للصعرات الحرارية خلي بالك أي أكل بنكله بيمد الجسم بصعرات حرارية أي أكل أو شربة معظم ما يزيلوا صعرات حرارية تمام صعرات الحرارية دي في معادلة بسيطة عشان أعرف أنا إيه احتاجاتي من الصعرات الحرارية على المدار اليوم علشان أحافظ على وزني لو أنا وزني عجبني لو وزني تخين أو عندي سمنة هتتعامل معها إزاي ولو أبعاني من النحاة هتتعامل معها إزاي في معادلة كتير ولكن أبسطهم أن أنا الوزن بتاعي ولو تفتكر إحنا قلنا ثقافة الوزن ثقافة الميزان ميزان مزبوط تمام الوزن بتاعي اللي أنا بقيسه في وقت سابت بلبس سابت في مكان سابت في الشقة عندي بضربه في 24 في الرقم التالي ده بقى بيتوقف على المدى النشاط بتاعي لو أنا بمارس رياضة يبقى بضربه في 1.5 من 10 لو أنا الرياضة بتاعتي أو بمارس نشاط معتدل بحكم شغلي يعني مدرس أو أخذ شغالة في المدى يبقى في 1.4 من 10 لو أنا لو أمارس أي نشاط خالص وقعد في البيت بجيب وزني بضربه في 24.1 من 10 بيطلع لي الرقم الرقم ده هو السعرات الحررية اللي أنا محتاجها في اليوم تمام طب إحنا بنتكلم على السمنة يبقى المفروض اللي يحصل المفروض السعرات الحررية اللي ده خلالي تبقى أقل من السعرات الحرية اللي خارجة تمام صح كده صح عشان أقدر أطلع من المخزون اللي عندي الله ينور على حضرتك تمام تمام يبقى ساعتها طب السعرات الحررية دي عشان نقللها بأعمل إيه حاجة أنا قدامي حاجة من اتنين يا قالي السعرات الحررية اللي داخلها أيوة يا إما أزود السعرات الحررية اللي خارجة مظبوط إحنا النهاردة هنتكلم في حلقتنا إزاي هقالي للسعرات الحررية اللي داخلها كويس جدا تمام كده تمام علشان أنا عايز إيه عايز أخس كويس تمام يبقى كده إحنا عرفنا عن إيس وعلى فكرة السعرات الحررية يعني إيه السعرات الحررية هي اللي بتمد الجسم بالطاقة مظبوط علشان يقوم بالوظائف الحيوية الداخلية بتاعته والوظائف الخارجية تمام ما هو أنت النهاردة حريك لو ما عندكش طاقة مش تعرف تمارس أي نشاط خالص صح ولا تجري ولا تطلع سل لما تروح شغلك ولا يحاجة خالص صح ولو ما عندكش طاقة برضو هتلاقي نفسك عندك خمول إن العضاء الداخلية بتاعتك مش قادرة تتوم بالنشاط بتاعته دي أهمية السعرات الحررية صح إحنا ربطنا النهاردة بالسمنة أنا كل اللي بعمله أنا عايز أعمل حاجتين أقالي السعرات الحررية داخلها دي رقم واحد رقم اثنين إن أنا إزاي أزود النشاط بتاعي فأحرأ أكتر أحرأ أكتر فضل لي دكتور من فترة بنلجأ لبعض العمليات الجراحية إن أنا أعمل تكميل المعدة أو أقلل حجم المعدة ودي كانت عاملات مكلفة وفيها برضو نوع منها الخطورة أنا أحل بقى هذه القصة كلها إن أنا أعمل إيه إن أنا أقلل لك حجم المعدة بتاعتك وبالتالي كمية الأكل اللي أنت بتاخدها قلت وبالتالي السعرات الحررية داخلها في جسمك قلت قلت مظبوط تمام وبالتالي السعرات الحررية اللي خارجها من جسمك أكتر أكتر من اللي داخل في جسمك يبقى إيه اللي يحصل هتخص خيبا فيه خص طبعا نعمل ده إزاي آه قلنا بأيضا حال بس حقيقة كان برضو من فترة لما كان يجي لي حد عندي وبديله نظامك زي كنت دايما بقول له عايزك تقلل تزود الألياف في أكلك مظبوط تمام علشان الألياف بتمنى المعدة وكمان بتقلل نفس الدهون مظبوط تمام كان بتقابلني مشكلة إن هو بيلتزمش معايا تمام أنا حلت هذه المشكلة بإن أنا أعملت منتج من مصادر طبيعية سهل إن هو ياخده وبالتالي أنا حلت مشكلة حتة البيشان كومبالاينس اللي هو ما عندوش الالتزام ألا وهو بستا بستا عشان كده بستا إزا بست خلي بالحضرينك دايما النهاردة لما بنيجي ننزل بأي مستحضر في السوق لازم مستحضر دايما نزل بطريقة مختلفة والطريقة المختلفة دي بتحل مشكلة فعلا إحنا حلينا مشكلة عشان كده حتى هتلاحظي إن المكانات بستا كان قتل أولا هو عبارة عن وحتى لو شفنا العلبة هتلاقي المكتوب عليها على الفكرة مكتوب عليها حاجة من مصادر طبيعية حاجة هتلاقي حاجة المصدر بتاعه من مصادر طبيعية أنت النهاردة لو مسكت المايك وانزلت الشارع حضرتك وسألت الناس هو أنت لو عندك مشكلة صحية تحب تتعالج بحاجات كيميائية ولا بمواد طبيعية هيقول لك إيه أكيد مواد طبيعية ولكن بتقبلنا مشكلة إنه هو مافيش الالتزام يعني أقول له لو أنت عندك مهز إيش ركوبات نعناع هو مش عايز حاجة تدينه بسرعة هو عنده مشكلة هو سلام الحاجات دي لو تجيله في باكت ويبقى تمام تمام أنا عملت ده بسطة طرق بقول لحركي أنا عمل لك النهاردة مجموعة ألياف اللي هي السيليم والشوفان وردة الأمح دي مصادر الألياف هتطالك في صورة بضرة بإضافة لكده عند الكروميوم وعند الالكارانتين وفيتامين سي لما نجي بقى نتكلم على الألياف اللي أنا كنت زمان حضريك بقول لي العيان إيه ما تاكل عاش سن أنا بحاول أزود له الردة وروح يعني يشتري مرة آه مرة لأ أنا كل ده حليته في صورة باكت خلي بقى الحركة كده باكت يحط في جيبه ويستخدمه قبل الأكل نرجع تاني لمقرونة بيستة لما نجي نتكلم على الألياف في ألياف زوابة وألياف غير زوابة ودي لها فايدة ودي لها فايدة الألياف الزوابة عندنا هنا عندنا السيليام والشوفان السيلة والشوفان دول ألياف زوابة يعني ألياف زوابة حي أو البلونة هي نفس الفكرة يا دروس بس عملت له بصورة بسيطة جدا عندي ردة الأمح اللي هي الألياف الغير زوابة الألياف الغير زوابة يعني إيه؟ يعني حريك بتحسن من دخول الحمام وعلى فكرة بيست من أول يوم هيشعر أن عنده ارتياح في جهاز الهند حتى بيخش الحمام بصورة منتظمة وطبيعية لأن في ناس بتعاني فترة الدايت بالإمساك يا دروس بالإمساك أنا حدث له هذه المشكلة أن أنا حطيت له ردة الأمح يبقى النهاردة تكلمنا عن الألياف الزوابة والألياف الغير زوابة علشان كده بيست بتعمل إيه؟ على فكرة بيست أول منتج مصري يبقى فيه المكونات دي علشان كده بتتحكم في معدلات الشبع ومعدلات الشهية اللي احنا قلنا إيه؟ إن احنا عايزين كميات السعرات الحرارية داخلة تقل معنا لما قللت لك اللي داخل وخليته ما يكلش كتير بالتالي قللت السعرات الحرارية اللي داخلة صحيح يبقى دي الجزء الأولاني طيب في إيه تاني؟ في الكروميوم والكروميوم دي على فكرة هي مادة طبيعية موجودة في جسم الإنسان أوكي ولكن برضو بيستة هو أول منتج مصري يبقى فيه 500 ميلي جرام أعلى تركيز موجود في السعرات أعلى تركيز الكروميوم دي هي مادة طبيعية يعني مقرنة بالحاجات التالية اللي شبه دي يا دكتر مفيش النسبة دي في الكروميوم فالكروميوم بيعمل إيه حضرتك؟ بيعمل حاجة بسطة جدا بيزود حرق النشويات حكا تلاقي الأكل اللي انت عملتين نهاردة هو 60% منه كاربوهادريت و20% بروتين و20% دهون تمام فأنا النهاردة عملت إيه؟ زودت حرق النشويات اللي هي من أظامها كاربوهادريت تمام الحاجة التانية أنه هو بيعدل من إفراز الأنسولين بيحسم الأنسولين وإنسولين ده هو الهرومون المسؤول إنه هنا له السكر من الدم الكلكوز من الدم يدخلوا الخلايا فيمد الجسم بالطاقة مظبوط خلي بالحركة إحنا قلنا إيه؟ في أول تعريف الصغرات الحقيقة أنا محتاج طاقة علشان الجسم يقوم بروظافة بوظيفه مظبوطه تمام فالنهاردة لما قللت الأكل عندي مشكلة برضو في الطاقة لدخل الجسم بقوله لا أنا هخليك تستخدم طاقة بس من جوة جسمك أيوة عشان كده المكونات التانية بعد ده أنا مزبطت لك الشهاية ومعادلات الشبع لأنا هخليك تحرق أكتر من جوة جسمك فتحس أنت بتقوم بنشاطك عادي جدا جدا ده الكروميوم نجي للمادة دكتور هناخد التقرير اللي معنا الأول ما نرجع نستكمل كلامنا اسمحني مع حضرتك إحنا معنا تقرير هنشوفه مع بعض دلوقتي عن بيستا نشوف التقرير اللي معنا طبعا يعني هنستكمل كلامنا عن كل المكونات الخاصة ببيستا وليهو بيتميز بيتميز عنه طيب خلينا نشوف التقرير يا شباب احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد ممضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعاني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جدا بعرف ألبس برحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جدا أنسح أي حد جسمه مليان أنه هو يتابع مع بيستا موضوع صهل جدا رجعنا مرة تانية معادل تقرير اسمحونا قبل ما أستكمل حديثي مع دكتور علاء معنا خبر مهم طبعا يعقد الخطيب مؤتمر صحفي السبت إن شاء الله هيعقد الكابتر محمود الخطيب رئيس النادي مؤتمر صحفي هيكون إن شاء الله الساعة الثانية عشر يوم السبت المقبل بإذن الله ولكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي أقيم في مساء مساء الاثنين الماضي بالمغرب ووجه النادي دعوة لكافة وسائل الإعلام لتكون حضرة إن شاء الله لحضور المؤتمر هنرجع نستكمل مع حضركا دكتور علاء إحنا وقفنا عند نحن وقفنا عند إسراء إحنا إسراء فاللي بالك أفضل كلمة التقرير قلت لك بطريقة سهلة أيوة إنه ما بقاش عبق علينا دكتور في ظل الحياة يعني على طول عملية ورتم سريع ومبقناش طول نظام الغذائي يمش يوم 2 و 3 وقلاص وعرفت يا دكتور والله النظام الغذائي ده بيبقى إلى حد كبير مكلف على بعض الناس اقتصادية صدقني والله لأنه حاجته غالية جدا يعني حاجة لأجيب بس الكينوة الكيلو عامل يعني فوق 200 جنيه صح يعني ما هو برضو مش كل الناس في مقدورها ده فإحنا بنحاول نخاطب الناس لكل الطبقات ودي برضو حاجة أنا حاب أن أنا يعني أقول وجهة نظري في بيستا لأنه يعني هو فيه حاجات كتير كويسة وكمان سعره كويس وكمان عندك ثقافة غذائفة عشان كده قلت الحاجات الضيط غالية بالمكلفة بالحاجات العادية خلي بالك أنا بس لفت نظري في التقرير الكلمة اللي أسرق غاليتها في الآخر إن أنا بخس بطريقة كويسة وإن أنا حسيت إن أنا بسيطة وبعدين قللت كميات مش منعت أيوة قلنت لأن الجسم محتاج على فكرة الجسم محتاج ياخد العناصر الغذائية كلها مضبوط بس في فرق بأن أنا أمنحها علشان كده بيستا بتعالج مشكلة مثلاً اللي كان يعمل نظام غذائي رجيم تلاقي شعره بيقع وعنده شعب تحت لين كل ده وهاده هنتكلم عنه برضي يا دفت بيستا بيستا حلت هذه المشكلة لأن هي بيستا ما منعتكش هيقللت مضبوط وقللت خلي بالك بطريقة بسيطة وسهلة وخلي على فكرة بيستا هي مزيتها أن هي الرسالة بتاعتها سهلة للعيان ده أنا بكلمك بالمنطق وبالعقل مش بديك كلام بكالكع نرجع تاني لبستا نتفاقنا خلاص على الكروميوم وقولنا الكروميوم بيعمل إيه نخش بقى على الإلي كرانتين الإلي كرانتين ده هي مادة على فكرة هي مشتقة من حمض أميني فهي كمان مشتقة من حمض أميني يعني هي حلقة بالبروتين وخلي بالك أنا في النظام الغذائي دهما بقول للعيال زود للبروتين شوية والإلي كربوهدريت والبروتين والدهون والدهون تمام فأنا النهاردة الإلي كرانتين بتعمل الإلي كرانتين بتحرر للطاقة الموجودة في العضلات وعشان كده تلاحظة للناس الكبار في السن أو اللي بيشتقوا من الأمراض المزمنة تلاقي يقول لك أنا عندي عضلاتي فيها واحد شوية هو القصة في الواحد جاية إيه إن الطاقة اللي العضلة بتحرعها أقول ليه لا فأنا بقول له ده أنت هتاخد بيستا كمان علشان هزود لك حرق الطاقة في العضلات في يبقى إذن هنا إلي كرانتين عمل إيه إلي كرانتين هنا عمل إيه قال لي ده أنا هديك مصدر من مصدر الطاقة الداخلية يعني أنا هحرق لك دهون داخلية وتركيزه 50 ميلي جرام وهو ده اللي الجسم محتاجه تمام كويس آخر حاجة فيتامين سي بالإضافة فيتامين سي إنه هو بيزود المصاص الحديد خلي بالك برضو مشكلتنا بتواجهنا مع العيان اللي بيعمل نظام غزائي إن كمية المصاص الحديد بتقل صحيح بيقع منه شوية أنا عايز أقول له لا خلي بالك لو كمان الحديد داخله قال أنا هقول له لا أنا هديك فيتامين سي بالإضافة إنه هو هيزود المصاص الحديد لقى له دور في حرق الدهون يبقى هنا بيستا بتعمل ثلاث حاجات تتحكم في معدلات الشهية أيوة والشبع رقم واحد رقم اثنين إن هي بتعلي من معدلات حرق الدهون ثلاثة بتقلل المصاص الدهون هم دول الثلاث حاجات والأهم يا دكتور إنها كلها حاجات طبيعية مصادر طبيعية أه مصادر طبيعية في الأول هي مصادر طبيعية ومحطوطة في صورة سهلة مضبوط طيب خلي بالك برضو بالنسبة للسعار الحقيقي احنا قلنا معلومة ودي علاقاتها بيستا إيه الواحد جرام دهون بيدينا 9 سعار حراري والواحد جرام بروتين بيدينا 4 سعار حراري والواحد جرام مقأ كاربوهدريت بيدينا 4 سعار حراري يا حيك النهاردة لو خدت 100 جرام دهون هتتديني 900 سعار حراري لو خدت 100 جرام كاربوهدريت هتتديني 400 سعار حراري لأنه وهنا بيستمزتها إن هي بتلعب على الدهون اللي هي بتحج إنت لما بتاخدها بتاخد صعرات حراري عالية فإذا هي بالإضافة هي مش بالإضافة أن هي تحكمت في معدلات الشبع والوجوء ومعدلات الحر وزيادة الدهون هي لأ هي عاملة حاجة تاني بتقول لك أنا هديك الطاقة بتاعتك من الدهون اللي موجودة في جسمك علشان كده هي بتعلي من معدلات الحر هايل طيب نتكلم بقى في نقطة ساعة بتواجه بعض الناس يا دكتور هي إيه بقى إنه ممكن وأنا أثناء بعمل الدايت أو بقنن أكلي أو ناس بتتعب طول اليوم بتشتغل برة طول اليوم سيدات برضو يعني ممكن تكون مصادر الأكل ما تبقاش كلها صحية ما في الماء ساعات يحصل حاهلات ويتعبوا ويحسنوا يقول لك إيه ما بقى أنا عامل دايت يعني ما يقولوا ما يلك انت شكلك ليه عامل كده يقولوا طب ما أنا أقصى أنا عامل دايت ساعات ليه تأثير مع بعض الناس بعض الأجسام في الحالة دي نقدر نفيدهم معانا برضو بحاجة حضرتك محضرها ومعانا نقدر نقول لهم عليها ونقدمها لهم مشكلتي مع العيان اللي هو بيعمل نظام غزائي كمية الفيتامينات والمعادن اللي بتخش جسمه بتقل تمام فأنا بالتالي عايزة تديوله مصدر أيوة يعوض لي الفيتامينات والمعادن كويس تمام بس أنا بس معلش في حاجة عايزة أخيرة أقولها على بيستة حاجة بتميزه عن كل الحاجات المهودة في السوق حيك لو شفت شكل الباكو بتاعه هتلاقي محطوط بطريقة أن أنا أحافظ عليه لأن حريك لو جبت أي مستحضر النهاردة يقول لك يحفظ حريك كذا وطرق التخزين فالنهاردة بيستة حت محطوط في شكل باكو أن أنا متأكد أن ما فيش رطوبة هتوصله كويس نروح بقى للقلب مالتي فيت اللي هو مصدر الفيتامينات أو إي قلبي معه يعني إما كده إما كده عشان إي الناس لو راحت الصيدلية فتتخبر أو إي البي مالتي فيت تمام إي قلبي مالتي فيت هو فيه 13 فيتامينات ومعادن تمام شكل العلبة يجي على رأسهم شكل العلبة قدامنا فيتامين بي كومبلاكس اللي هي بي 1 و 2 ستروف 5 و 7 خلي بلاك 7 ده مهمة جدا أنا هو بيوتين اللي هو يخص السيدات أيوة وبي 12 طبعا رجال وسيدات الأعصاب أيوة وكمان بيحسم التمثيل الغذاء للكاربوهدريت دهنا هنا في القلب مالتي فيت أو الإي البي مالتي فيت بيعمل حاجة كويسة جدا إيه هي أنه ليه دور كمان في حتة الرجيم والله يعني أنا بديك فيتامينات ومعادن هتحسب من الجنرية كوندوشن بتاعك من الحالة العامة بتاعتك ده رقم واحد الرقم اثنين أن هي هتساعدك في التخصيص بتاعك تمام قلبي مالتي فيت في الصيف وخاصة في الشهر ده أيوة فيه مشكلتين بتواجهنا إيه هما حقيقة الطلبة بيبع عندهم مشكلة شوية في الأرق والنوم صحيح والتركيز والتركيز يا دكتور الكبر أو النحاس النحاس وجدوا أن الناس اللي عندها نقص في عنصر النحاس دي بتعاني من ضعف الزاكرة والنسيان فأنا بقول له حضرتك بقى الطلبة السنة العامة أخواتنا وحبايبنا من النهاردة تفطر كويس وتاخد قرس إيه بمانتي فيت بعد الفطار لأنه هيديك الكبر اللي أنت محتاجه عشان تنشط الزاكرة بتاعتك بقيومك بقيومك تمام دي رقم واحد رقم اثنين الزنك زنك برضو بيبقى عندنا حالة قلق ومذاكرة تمام وفي الصفحنا ما معرفش النام كويس واجدوا الناس اللي عندها نقص في العنصر الزنك بتعاني من الأرق وساعات بتخش في الاكتئاب ونومها بيبقى نوم متقطعة يبقى أنا هنا لما بياخد القلب بمالتفيد الصبح بعد الفطار هيخليه بالليلي نام كويس باللطافة طبعا للزنك إحنا عارفين أنه هو ليه دور في المناعة وليه دور في الشعر والدوافر والدوافر دي كلها لا أنا بقول للزنك ليه حاجة جديدة كمان في فصل الصيف أنه هو هيعليل لك مشكلة الأرق وقلة النوم كويس نجي نتكلم عن الكالسيوم 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 نحن نفسنا من ضمن الثقافة الغذائية هي الناس ليه بيجي لها شاشة عظام وهي كبيرة في السن هل ده مرض بيحصل إسفاجأة لا طبعا ده تركم السنين صحيح لأن احنا المفروض من صغرنا بناخد ثلاث وحدات كالسيوم أو لبن على مدار اليوم وده ما بيحصلش ما بيحصلش فعشان كده بنعاني من شاشة العظام فأنا بقوله لأ أنا هديها لك بصورة بسيطة عشان كده حتى بنقول القلب المالتفيت ممكن تاخده من سنة 13 سنة ويبقى روتين بالنسبة لك كويس هتجن الصمار وبعدين أن أنت من ضمن الصمار بتاعته أن أنت مش هيجي لك هشاشة العظام لأنه ما ديك الكالسيوم أنت حاجت جمعتنا هول يعني الكورس في بيستة وفيه كمان البا مالتفيت علشان الناس اللي حابة تخصب بشكل صحي قبل الأكل قبل الأكل بنصف ساعة بناخد البيستة على كباية مية أو كباية عصير من غير سكر من غير سكر من غير سكر أو عصير يعني يسبب سكر في عالي واشربوا قبل الأكل بنصف ساعة لتساعة لربح بأخذوا الباك وعلى كباية مية يبقى أنا كده هروح أكل مش أكل كتير تمام بعد الأكل أو بعد الفطار بأخذ القلب منتفيت بأخذ القرص على كباية مية يبقى خط الفيتامينات والمعادل اللي محتاجة على مدار اليوم طبعا نحن نستطيع نقول برضو القلب منتفيت فيه فيتا من إي فيتا من إي ده حاجة مضادة لأجساد الدهون ده رقم واحد ده رقم اثنين ليه دور في معدلات الخصوبة تمام فيه بطبع الفوليك أسد لأن احنا اتفقنا في بداية حوارنا واحدة نتكلم على بيستا أو الناس اللي بتاعي من نظام غذائي مشكلتها أنها ساعات بتعاني من فقر الدم تمام فأنا بقوله لأ أنا هديك بقى الفوليك أسد في قلب منتفيت فبالتالي انت مش هتعاني من الأنيميا هاي اللي دكتور طب حاجة تكلمنا عن الكورس بقى قولنا اللي حابب يتصل يبقى من خلال الأرقام وانتو ضفتوا رقامين يا دكتور أنا بشكر طبعا الشركة بوجي لها يعني شكر أنها أضافت رقامين لأن كان فيه ناس الحقيقة بعتولي أنا شخصي أنا أصبحة شخصية أنه مش عارفين يتواصلوا الأرقام موجودة المتوفرة والأربعة عشر ساعة في أي وقت هيتطلبوا وحيجالهم لحد لكل المحافظات هايقول لحضراتكم أقرب مكان للمحافظة لحضراتكم فيها سيتأقول لحيك بصورة رسمية من مزارة الصحة وهي سلامة الجزائر بشكر حضرتك جدا جدا يعني دكتور أنت شرفتني ونورتني مرسي على أن حضرتك استكملت حدثنا ولسه للحديث بقية أكيد في حلقات قادمة إن شاء الله أرجو أنه يعني تكونوا حضرتكم استفدتوا بوجود دكتور علاء معنا النهاردة شرفني ونورني وإن شاء الله دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأشكر حضرتكم لحصن المتابعة أصدقائي مشاهدينا من خلال شاشة القناة الآلي وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضرتكم من هنا الحلقة الجديدة على ألف خير والصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم